يعني أعتقد أنه عنوان دولة ومؤسسات ما أعرف أنه الخطاب الإيراني ليش يريد يصر على أن حلفاءه هم كيانات موازية للدولة مو دولة يعني أنت الآن عندما تتحدث عن حزب الله في لبنان أنت تتحالف مع حزب الله أم تتحالف مع الدولة اللبنانية في مواجهة هذا الكيان الإسرائيلي نعم وحتى أنه في العراق الحجد الشعبي ما دخله في هذه بجهودكم الحمد لله وشكر بجهودكم أنت ما عملتوا على أنه تكون ستراتيجيتكم تقوية الدول اللي فيها حلفاءكم بالعراق كذلك أنت الآن حديثك سيد الحسيني أنا ما خاطرتك سيد الحسيني خليه كم من فكرته سيد الحسيني خليه كم من فكرته نعم دكتور آياد أرجوك سيد الحسيني نعم دكتور أما أحنا بالنسبة أن الحجد الشعبي أحنا أدنا هو دولة مؤسسة الآن قانونا ضمن الدولة وتابع المكتب القائد العام للقوات المساعدة مثل ما تفضلت أنت الفصل وحتى تشكيله الآن بإطار قانوني هناك فتوى طاها ما رجعنا وهو المرجع الأعلى سيد الحسيني السستاني ما أنه يتماهى وعام حول المقاومة بهذا العنوان ثانيا أنت يعني وين تريد توصل بهذه القضية لما استدلالاتك حل الردع إحنا لدينا جيش والشرطة الاتحادية قدموا شهداء مكافأة الإرهاب كل العراقيين شاركوا ما ممكن تختزله بعنوان على مودة ربطة بيك ما أدى تشدخلكم بالموضوع اشدخلك كنت على مودة تريد تفرض أنه عنوان اسمه هذا ليحرر العراق هذه هي المشكلة بالعقل الإيراني مشكلة بالخطوة بالإيراني أنه يريد أن يقول أنا موجود من خلال هذه العناوين وهذا أنا اعتبر خطأ ستراتيجي لأنه أضعف الدول للمرة الرابعة وكررها في كل لقاءاتي لليومين هذا الجانب اللي أريد أربيه أنتوا أنتوا جايتي تخلقون كيانات موازية وعناوين ترتبط بكم وبالنتيجة ضاعة الدولة وإسرائيل بدأت تستفرد مو بالدولة تستفرد بهذه الكيانات